رأيك في انتقالات لعب من الأهلي للزمالك أو العكس وهل أنت كان لك دور في انتقال لعب من الأهلي للزمالك؟ خلينا نلأول في جلس الأولاني رأيك في الحكاية دي لا كان يمكن ليه دور أن في بعض اللاعبين من زمالك جوم النادي الأهلي أيوة يعني زي ما طرق السعيد جمال حمزة جمال حمزة كان فيه وقت بس ما تميتش العملية كان فيه وقت شكبالة خلاص على عتاب النادي الأهلي والله طبعا كان على عتاب وأنت كنت موجود مدير فئفاني وأنا موجود مدرب عام مدرب عام أنت اللي كلمت مع شكبالة كان نفسي أن يبقى شكبالة موجود وكان لسه راجع من باوك لكن تقول على أبواب يعني حصل حوار معاه حصل حوار آه بس هو ما كانش في الزمالك عشان نقول عشان برضو ما يعني لا كان في باوك آه كان في باوك فكان خالص خارج الزمالك يعني عشان برضو ما يبقاش في متاح وقع؟ لا ما وقعش لكن كان فيه استعداد لكن كنت متمنى شكبالة بقدراته ده أن يبقى موجود في النادي الأهلي لكن جار قرار ساعتها من مجلس إدارة النادي الأهلي أن احنا نقفل الملف ده تحسبا برضو للعلاقة اللي بين الأهلي والزمالك وأغلق الملف على طول التحسب أنت أجبت طرق السعيد وابن المال جمال حامز لا يعني موضوع شكبالة كان مختلف شكبالة برضو آه شكبالة موضوع شكبالة آه يعني كان وقتها وطرق السعيد كان برضو لعب سنوات كتيرة كان الوضع سعيدها مختلف فجاء التعليمات من مجلس إدارة أن احنا نقفل الملف ده خالص تحفظا وحفظا على العلاقة بين الأهلي والزمالك أنت شاف يعني أن ما يجبش أن حد يمشي من هنا إلى هنا أو العكس أهلي والزمالك تقديدا لا أنا أقول كل واحد بظروفه ظروف خاصة كل حالة بحالتها كابتن مدع شكبالة حصل حوار شخصي بينك وبينه أكيد مدام قلت كان على أبواب الأهلي والله لشكبالة وقتها كان المسؤول دي وقتها كابتن عبد القيعي هو اللي تكلم بس كان وقتها كابتن عبد القيعي هو اللي بيعمل الإجراءات كلها وكانت شكبالة خلاص على وشق أنه هو يجي النادي الأهلي لكن التعليمات جت لنا أن احنا نقفل أن احنا نقفل نقفل الملف